موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبقى قناة التعليم فهذا الفيديو ان شاء الله سنتعرفوا على كيفاش في الدورة الثانية نجيبوا نقاط افضل كيفاش يمكننا نستغلوا النتيجة او النقط في الدورة الاولى ونخدمو عليهم باش في الدورة الثانية ان شاء الله نجيبوا نقاط احسن والنتيجة افضل اذا كما نشوفوا هنا نقاط المراقبة المستمرة هنا مكونات المواد كنشوفوا المواد اللي جبنا فيهم نقاط ضعيفة مثلا الفرنسية 4.5 في الدكتة اه اه اربعة في الاغذاء خصيص خيت اربعة في البردكسيون دولة الخيط اذا هذ المواد هذو هما اللي خاصنا نخدمو عليهم يعني بشكل مكتف في الدورة الثانية يعني عبرها بتامارين طبيقية وايضا الدكتة نحاولوا التلميذ بقون نديروا عليه الدكتة يعني واحد الافخاز واحد البراغراف صغيرة باش يتعود على الدكتة وايضا هنا هنا لدينا خمسة فلاك تيفيد تؤغال يعني هاذ التلميذ هذا ما يحفظش تقريبا لديالوج والبويزي ايضا بويزي خمسة يعني نحاولوا نشتغلوا على الحفظ وعلى الدكتة بالنسبة اللغة الفرنسية وايضا في اللغة العربية بالنسبة الاستماع والتحدث يعني 5.5 يعني واحد النقطة الي هي متوسطة خاصة نزيد ونشتغلوا على الاستماع والتحدث في الدورة الثانية ان شاء الله بالنسبة القرافة هي نقطة مستحسنة لإملا نقطة لبأس بها في مسروع الواحدة نقطة ستة يعني في مسروع الواحدة خاصة نجيب واحدة النقطة تكون اكتر تمانية ولا تسعود إذن هذه هي الطريقة كنشوفوا المكونات والمواد اللي عندنا فيهم نقاط ضعاف بالزاف وهما اللي نخدموا عليهم بشكل مكتف في الدورة التانية يا إما عبر التمارين ولا عبر يعني أنشطة يا إما عبر تمارين كتابية ولا استبيقية وأيضا الحفظ نركز جيدا على الحفظ ولديالوج وبالتوفيق للجميع إن شاء الله شكرا